الواحد والعشرون من سبتمبر الفاني واربعة عشر يوم نكست فيه أحلام اليمنيين واستهدف الانتقال السياسي في البلاد وضربت الجمهورية في قلب العاصمة دعم وتنسيق إقليمي وحلفاء محليون كانت مهمتهم القضاء على مكتسبات ثورة الحادي عشر من فبراير نجح عداء الأمس حلفاء اليوم في الانقلاب على الشرعية وبدى الرئيس هادي عاجزا عن إدارة المرحلة الصعبة ولم يبقى له حينها من مساحة نفوذ سوى منزله الذي تحول لاحقا إلى مقر احتجاز له قدرة الرئيس هادي على مغادرة العاصمة ووصوله الرياض واستدعاؤه التدخل العسكرية غير من طبيعة المعادلة العسكرية وبدى أن اليمن مقبلة على حرب مفتوحة قادت البلاد إلى مزيد من التشضي تلك التغيرات طالت قوة تحالف الانقلاب التي افترقت وقت تقاسم الغنيمة ووفق سردية الأحداث فقد وصل الحوثيون إلى قناعة جوهرها أنهم لم يعودوا بحاجة لتركة نظام المخلوع صالح التي استخدموها في اقتحام العاصمة والتوسع والانتشار في باقي المحافظات فقد أصبحت الآن بأيديهم وتحت تصرفهم وبالتالي لم يعودوا ملزمين بتقاسم المغانم مع أحد محمولين بتلك القناعة اتجه الحوثيون لتصفية حليفهم الذي بدى غير موثوق به ولديه تنسيقات خفية مع دولة الإمارات التي كان لها دور مؤثر في وصولهم إلى العاصمة صنعا نجحت ميليشيا الحوثي في المهمة واستفردت بالسيطرة على العاصمة صنعاء وعديد من محافظات الشمال والوسط أما صالح الذي كان يفكر باستخدام خصومه إلى حين اتضح أنه لم يعد بتلك المقدرة على ممارسة ألاعيبه الموصوفة من قبله بالرقص على رؤوس الثعابين لينتهي به الحال جثة تبحث عن ميوارها الثرى اشتركوا في القناة